السلام عليكم فيديو جديد اليومه بحريشات ديل في الفرن اه صراحة بالكاكا والقرقاع كاجي وروعة المضاق ها المقادر بسيطة جدا وف متناول جميع وكنشكركم بزاك في المتابعة وعلى اللي لايك وعلى اللي كومنتاع وعلى اللي زافوني شكرا بزاك في التفاعل ديكم معي وهادي الحرشة دينا كتجي نرطبوه الشيشة وبنينة طريقة سهلة وصحية ما فيهاش يعني العتب بالنسبة المقادر كنحتاجو ثلاثة ديال الكيسان ديال العلبة ديال الساميد الرطب او الساميد الرقيق ديال خاص بالحرشة كنضيفو معلقة بومبي يعني كتكون عامرة ديال كاكاو كنضيفو هنا يا معلقة كبيرة ديال الفانيلا ديرو غي واحد ساشي ديال الفانيلا ديرو هنا نسكاس ديال السكر هنا انا بالنسبة انا قدرت شفيه مسوسة انتوما ديرو نسكاس انا قدرت ما ما وصلش لي نسكاس انتوما ديرو كل نسكاس بتجيكم مياه هذيك في الحلاوة صافي من بعد غادي نخلط هذي الناواشف كلها مع بعدياتها وغادي نضيفوه هذي الخمارة كي ملاحظو وغادي نحرك هذي الكل على باش نضيف الاضافات الاخرى غادي نضيف معلقة كبيرة ديال الزبدة بحرارة المطبخ ممكن تدوبوها مع نسكاس ديال الزيت ممكن بحاليها كمشي مشكل كنضيفوه نسكاس ديال الزيت كنضيفوه هذي البيضة كنضيفوه هذي رشد الملح طبيعة الحال صافي وغادي نرمل العجين ديالي بهذا الشكل هذا بالنسبة باش غادي نجمعها غادي نجمعها هاي بالحليب البارد ما دافيه متسح حاجة عمقام السمرها تحتك نرمل هذي السميدة ديالي كلها عادي باش نضيف الحليب ملكة ملي electronic هادا صافيكن نحسبها ذج نتخلىه اذكgin الزبدة وذج التزيت ودك البيضة يعني كل شي دخل فادن في الدال الأسميدها وغادي نضيف ديالي الحليب باش ن 61 أه كاس لاروب ديال قليلا او ما كامل ثم غاي بقى تزيدو شوية بحالي انا وبقوا تدخلو هاكا وتعجنوها يعني غاي بقى تدخلو فيها غاي هذا كمشي كالعجنوها ولا شي حاشو كنضيفو الحليب صافي وهذا هي الكيميا اللي غادي نحبس عليها انا يا غايكون هاكا الخليط ديالي شوية يكون جاري بحالكا يعني كتحسو بيه جاري في يديكم لانو باقي غادي نخليوه تقريبا 11 دقائقة 15 دقائقة بشي تجمع ليا وعادك ساعة نديرو او بالنسبة الهنا غادي نديرو واحد قريبا واحد لنص كاز ديالي قريبا اللي ككون هرمش هرمش شو غيب يدي ولا ما كانش ديرو كاوكا ولا من الافضل ديرو لوز او ديرو كي ما قلت لكم الجوز ولا بلاش لما كانش بلاش ديرو ديبيبي تشوكولا ولا ما كانش صافي من بعد غادي ندلها بحالكا نخليها ما كان عجنها مثلا دلتها حاجة خليتها واحد 15 دقيقة بما كانت كتجمع ليا العاجن ديالي صافي وغادي نوريكم من المرحلة اخرى صار حادينات كتجيب ليا وهي شيشة وغزالة كنتمنى انكم تجربوها صافي من بعد هنايا غادي نجيب واحد الخليط ما بالكوكو سميدة وغادي نبسوها مزيلا ماشي وغادي نبسوها مزيلا ماشي ماشي غير شوية صافي من بعد غادي نننن عنسو ما غادي ننزوها وعطوها في صينيا الفورن سنجيب بالنسبة لصينيا الفورن ممكن تديرو نعم تفرشوها بابيسو في غيزة ولا خلل الدهن وانا بحالي انا دهنة غيب زيت فقط وكن حطل انو مكتلتها يسقش لنا نهائيا صافي من بعد غد نكمل بنفس الطريقة ونفس الكيفية حتى نسالي هاد الكويرات كلهم بنفس الطريقة ونشعل الفران يعني يخلصوه يسخن مزيان وكن طيبوها بحال البهلا نهبطوها لتحت والعافية عليها من فوق حتى كتفقها وعد نطلعها لفوق دائما نقول لكم السير ديال تشقق تشقق الغريبة كيف ما بغا تكون كي كل فران سخون بزاف ومني كندخلو لها البهلا ديالنا كنقصو العافية وكتشققنا على خطر خطرهم ومرة مرة كنراقبو صافي وكننا نديروها هكا وندخلوها للفرن هنتم غا تلاحظو معايا هنتم غا تلاحظو معايا خرجت لي واحد كمية ديال عشراء ديال الحبات وممكن انا وخرج لكم حتى ال 15 الحباء اللي صغرتو المقادير وهذا هو الفيديو ديال اليوم هوا ما كي طيبتم كانت من الفيديو ان الاعجابكم وبصحة وراحة وليا اعجبكم الفيديو دائما ما تنسه الحجم والشارك في القناة بي تواصلو بجديد الفيديو هذ� micsho Allah وفرج ومو متعك جينا بنينة وهائلة طفل ماضاق وارطباء ووزوينة جناسنا سن厘كم اجربوها وفرجو مو متعويل العجبكم الفيديو دائما ما تنسو الرجم والشارك في القناة بي تواصلو بجديد الفيديو هذي ان شاء الله السهلا والبسيطة جدا متناول الجامع و كما لاح تجرب